الاهتمام يمكن محمد سعيد لفت نظرنا لغياب وإصابة أحمد فتحي اللي كده كان برضو محل اهتمام معظم الصحف المصرية والمواقع هنلاقي الأهرام المسائي قالت اتضمت تبعد أحمد فتحي الشروق قالت الأهل يرفض المجازفة بأحمد فتحي أمام تاونشيب ويوسف بيأكد استبعدنا اللاعب خوفا من الإصابة وهاني البديل قالت الجمهورية أيضا هاني بديلا لفتحي أمام البتسواني لكن شوف بقى الاختلاف الوطن قالت أزمة العقود وراء استبعاد أحمد فتحي من رحلة الأهل إلى بتسوانا ردت الأهرام أن يوسف بيبرق فتحي من افتعال الأزمات ده فيما يتعلق بالفارق بين هذه المعالجة الصحفية وتلك لكن غاب أحمد فتحي عن الصفر فتحي وناخده معنا ونشركه فتتضاعف الإصابة المسا قالت فتحي يطلب والأهل يرفض وقالت أن اللاعب بيرغب في تعديل عقده لخمستاشر مليون سنويا والنادي بيسر على نفس العقد لكن المسا ذهبت في اتجاه آخر وقالت أن الخطيب يطلب عودة وردة لهجوم الآلي وأن عمر وردة بيرحب والنادي يبدأ المفاوضات مع باوك اليوناني أعتقد قيد بعد يومين اتنين يقفل فمع غلق باب القيد ما أعتقدش يكون هناك مجال لمزيد من الإجتهادات الصحفية اللي من الطبيعي جدا بتصاحب موسم الانتقالات بهذا الشكل